يلا رحيمة عشرة مليش نفسي يا عمل المفروض تبقى نفسك مفتوحة اشه معنى يعني؟ حد يتقدم له عريض زي الاستاذ ماروان وما تبقاش نفسه مفتوحة للدنيا كلها الله يخليك يا عمل انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني بس انا عايز اتكلم فيه خصوصا ان انا عارفة ومتأكدا ان ده الموضوع اللي شغلك ومطير النوم من عينيكي ما هو الحب يعمل اكتر من كده انا انا ما بحبش حد لا انتي بتحبي والحب يبين في عينيكي هما مش بيقولوا اللي يحبي يبين في عينيه قديني شايف الحب في عينيكي اهو ايه واي تنكري؟ محدش هيصدقك خصوصا انا ده ناختك ومحدش في الدنيا دي يعرفك زي لما انتي بتحبيه رفضيه ليه؟ كل دي مشاعر جواكي وكتماها انتي ايه؟ وإلا خلى قلبك زي الحجر؟ لا يا أمل انا قلبي مش حجر انا ست زي اي ست ليها مشاعر بتحب بس لما يا حبي يبقى من غير أمل ساعتها يبقى قلته أحسن من غير أمل ازاي؟ وهو بنفسه قال انه بيحبك زي ما انتي بتحبيه؟ ده حلم حلم ومستحيل يتحقق اللي بيحب الجه لحد بابك وخبط عليه يبقى ازاي حبيبتي حلم ومستحيل؟ امل يا حبيبتي انتي لسا صغيرة في حاجات كتير في الدنيا ما تقدرش تعرفيها خلاص علميني لانا من توب مروان ولا مروان من توبي لانا هقدر اطلع له البرج اللي هو عايش فيه ولا هو هيقدر ينزل للحارة اللي انا عايشة فيه عرفتي بقى اللي الحب ده مستحيل عرفتي كمان ان جوازنا لازم يبقى محكوم عليه بالفشل مؤدما ليه بتحكمي على التجربة من قبل ما تدخليها خلاص كفاياني تجارب قلبي ما عادش فيه مكان لجرح جديد انيسة امل ازاك يا استاذ مروان الحمدلله انتي انتي عرفتي مكان البزار ازاي مكرت اللي سبته الماما قبل كده طيب اتفضلي اتفضلي احنا مستهنة اتفضلي انيسة امل اخت نوال عادل صديقي مشاكل معاي هنا في البزار اهلا وسهلا اهلا 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 ايوه وانا واسقة من اللي باقولهولك وهي كمان اعترافتلي اعترافتلك امال ليه يعني دم دلع ستات بقى الحقيقي كده مش فهم حاجة نوال معزورة هي اياما شافت وقست عشان كده ببقاش عندها ثقة في اي راجل وكمان خايفة تدخل اي تجربة جواز تنجرح فيها من تاني ايه بس انا كتنيتي راحة نوال اني ادولها كل جروح حنفاتت خلاص احنا فيها التقصد اي ايه اللي يشتري مايباش واللي يحب لازم يحارب عشان يوصل لللي بيحبه وانا عندي استعداد اعمل اي حاجة عشان تكون نوالية وانا جاي عشان اقولك تعمل ها هعمل ايه دلوقتي يا عواطر زي ما انت شايف يا دكتور طب انا عاوزك تجهز نفسك للعملية وفي دكتور تجميل هيجي ان شاء الله النهاردة اخر نهار يشوفك وان شاء الله يعملك العملية في اقرب وقت دكتور تجميل بس اه بس اصل احنا يعني ما طلبناش دكتور تجميل والحقيقة احنا ما عناش فلوس العملية ازاي؟ في واحد قال انه قريب مضى مع عواطف دفع مبلغ كبير في حساب المستشفى وقال له احتاجنا زيادة ومستعد السدها انا ماليش قريب اسمه ايه ده؟ هو اساب للكارت بتاعه اسمه مروان العقاد مروان لكن هو عارف منين اللي حصل لعواطف مش عارف بس متهيالي لازم يكون قره الحادثة في الجورنة؟ لا ده كده ميبقاش راجل عادي ده ملايك مش قلتلكو الراجل ده ابن حلاله صفي اكيد بدم راح دفع مبلغ زي ده لوحدة ما يعرفهاش علشان ينقذها من المحنة اللي هيا فيها يبقى اكيد ده انسان نبيل مالوش زي في شهمته ورجلته واخلاقه بس الغريبة يعني هو ما يعرفش عواطف يعرفها منين عشان يعمل معاه كل ده انتي ناسي انه شافها في اخطوبتي وعارف انها صحبتك واكيد قرى اللي حصل لها في الجرايد علشان كده دفع لها فلوس عملية التجميل بعد ما صعبت عليه اله يا ربنا يكرمه ويوسع في رزقه زي ما بيقف جنب الناس الغلابة بسكت ليه يا نويل يعني مش لاقي كلام اقوله اهي الاحداث كلها بتثبتلك قد ايه الاستاذ ماروان ده انسان عظيم وما هو ازاي ما كنتي فكرة اهوقف جنب عواطف من غير ما يستنى منها حاجة عندك حق ايامل مش واجب تروحي له هروح له ايوا عشان تشكريه على اللي عمله مع واطف ايوا بس بس يعني هقابله بقاني وش شوف انت بقى اهلان واسهلان نوارت البزار اهلان بيك استاذ ماروان استاذ ماروان لا انت تجيني ماروان بس انت ليه مصر تعمل تكليب لنا انا انا كنت جاي عشان اشكرك على عملته مع واطف اشكريين على ايه انا معملتش غير واجبه بس او واطف كانت في محنة ولازم نقف جنبها في محنتها بس انت شاهم وقمنا حلل قوي استاذ ماروان كلنا ولاد حلال وانتي اولنا ما انتي برضو ما سبتهاش من ساعة اللي حصل زي ما عملتي معايا تمام في ديلتي صار انا جنبي هام وليالي وانا رأيت في المستشفى انا كمان كنت عايزة تأسيفها لعشان لا 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 تأسيفها لا ايه انا بزعلان منك وبعدين يعني لو ما كنتش انا اللي قدر زقوفي هو عصوليك مين اللي حيقدرها انا تكلمي يا نوال انا نفس اسمع كل اللي دوك واللي انت خايفة تقولي لي قولي انت بتحبيني واللي حب مش عيب بالحكس ده انت بالمشاهر في الدنيا طالما ما فيش وراه غلط وصدقيني السعادة بتيجي الانسان مرة واحدة في عمره ولو ضعت منهم حيهند معريها العمر كله بلاش تخلي الخوف اللي جواكي يسرع منك فرعتك مش لايه كلام اقوله لك وخلاص عينيكي قالت كل حدا انت بتفهم في كلام العيني؟ ايولا اللي بحبهم بس ويريدهم كمان يقروا اللي جوا في عيني عشان يعرفوا قدي انا بحبهم ومحتاج لهم ونساعدتنا احنا الاتنين مرتبطة ببعض نوال انا سابق قبل كده وطلبت يديك للجواز مش هحتابر ردك قبل كده رد نهايي واديني بتربح مرة تانية تتجاوزيني يعني ديني فرصة افكر تاني وان شاء الله بعد عواطف ما تعمل العملية هتسمع ردك نوال طليقة مرع الحرامي اه يا بابا هي ومالقلش غردي اللي انت تتجاوزها ومالها دي بس يا حج شريف اطلع عوطك لا بعد ازنك يا بابا شريف هيقعد وهيسمع اللي احنا بنتناقش فيه انا عايز افهم بس انت ايه اللي مش عاجبك في نوال يا ابني دي بيتجاوزها اتنين قبل ايك اتنين وايه المشكلة يا حج ما ياما ناس بتتجاوز وتتطلق ده مش معناه ان الست اللي بتتطلق دي تبقى ست وحشة يا ابني يا حبيبي دي مش من توبك حكي توب ايه احنا في الاصل ولد حتة واحدة والفقر والغنى لا بيغيروا الاصل ولا بيكبروه ولا بيصغروه الاصل جوانا ده اخلاقنا في تربيتنا مش ده كلامك يا حج ليه ااما قلتهولي في الداي الطريقي ما قلناش حاجة يا ابني بس هي ما معهاش شهادة زيك ومش ممكن هتبقى مناسبة ليه اللي علمتوا الدنيا النوال ولا عشان مالها قال اللي هميني تربيتها مبادئها اخلاقها لا اله الا الله لا اله الا الله يعني تصوم تصوم وتفتر على مصلة يا ابني يا حج ما انت لو عرفت نوال زي ما انا عرفتها مش هتقول الكلام ده ايه رأيك يا شريف الكلام ابوك ده انا بحبت ان تنوال قوي دي احنا اينا وبتحبين زي ماما قال الله ارحمها لا ده انتم اتفقين بقى عابتين رأي في ايه يا حج رأيك يا هميني انا استحالة ان انا عمل حاجة تغضبك والله بقى دي حياتك كنت حر فيها طب يا حج الوقت ان عايزك تيجي معايا عشان نروح نتقدم لها ليه انت صغير ما تروح لوحدك انت وتتقدم لها مش حاجة معاك ما يصحش حاجة اللي انت بتقوله انا ما عديش كلام غير اللي قلته ألف مبروك يا نوال الله يبرك فيك يا قبل شفتي وشينا نواح متحلو عليك ازاي اديكي حصلت فينا لا دي كمان هتسبقنا احنا لسه لا قدر علينا امل ما تنسكتو شوي يا اولاد عاوزين نسمع الاستاذ مروان نسمع ايه ما هو الجواب بين من عنوانه لا اله الا الله يعني مفيش فايدان لما اغزى يا استاذ مروان اصل نوال طلبت مني احضر القاعدة ده اذا كان ما يضيقتش لا لا اطلاقنا يا عم سالة واحدة انت منوارنا ومشرفنا كمان الله يخليه الحقيق يا جماعة انا جاي طلب ايد نوال ويا سايدني ومشرفني انه هكون مراطي ايه رأيك يا نوال انا موافق جميل وانت يا استاذ اسامة رأيك ايه مجم ما هو موافقة ايه بانا موافق عظيم والحجة موافقة وامل موافقة كمان يبقى على بركة الله قولي بقى يا استاذ مروان ايه طلبات انا؟ انا مليش اي طلبات نوال عندي بالدنيا كلها الشقة موجودة والعفش موجود ولو نوال ليها اي طلبات انا جايس وبالنسبة للفرح ان شاء الله هنعملوك اكبر فردو طب وش شبكة 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 ايه يا عمل انا مش عايزة شبكة ايه اللي بتقوليه ده نوال لازم تيجي شبكة طبعا تيجي على زوقك مهما ان كانت منا مبيش حاجة في الدنيا دي كلها ممكن تقلي عليك يا سلام على الكلام الحل تعلم يا دكتور طيب نتكلم بقى بالنسبة للمهر مهر ايه يا بني انت مش بتقول انك حاجة جهزها من مجميعه يبقى ملهاش حق في اي مهر طيب خلاص يبقى خلينا بقى في مؤخر الصداقه انا بقى اقول مؤخر الصداق مئة ألف جنيه مؤخر صداقه مئة ألف جنيه ليه انت ناوي تطلقها بعد كده كفال للشر لا خالص اطلاق ربنا ما يجيب حاجة وحشة جمعه يجب حاجة بتقولي ده بس يعني ده حقها وانا مش عايز اي حق من حواها ينقص خالص يعني زي اها زي اي عروسة بتتجوز لا يا مروان انا مش موافقة عريسك عداه العيب يا نوال ما هو ما فيش عروسة ملهاش مؤخر صداق لو كان ربع جنيه او حتى مئة ألف جنيه ما تفرقش وان شاء الله ربنا ما يجيبش حاجة وحش يا رب ما شاء الله والخطوبة ان شاء الله امتى يا استاذ مروان انا انا جاهز وياريت يكون جواز على طول فقارة بوات ممكن لا بس الجواز يعني محتاج لترتيبات و ما تشغلش بالي بحرق خلص سيبي كل حاجة علي بس انت قولي اه ايه رأيكو يا جماعة نخليها يعني اخر خميس في الشهر ده كويس يا بي طب صمعينا زغروت حلوة بقى يا مونوال قوي تعال يا شريف تعال يا حبيب وأحضني شوي انتوا حشتيني وحشتيني قوي اوي انت اللي مكنتش بتسجيل تزوريني يا طنط يا حبيب قلبي معلش والله يغصب عني كانت ظروف لكن بعد كده مفيش حاجة هتحشني عنك ابدا وانت وقسامة هتبقوا انتون اتنين اخوات في حاجة كمان انا من النهاردة مش عايزاك تقولي يا طنط دي خالص عايزاك تقولي يا ماما حاضر يا ماما يروح قلبي ماما لكن لمؤخذة يا استاذ مروان الحج منظور والدك مجاش معاك لي والحقيقة الحاج منظور عنده برد وعشان كده مقدرش يبي لكن في الليلة الكبيرة اكيد حيكون موجود طبعا ايه راك بقى في المحل ده نوال حلوة قوي بس باين علي حاجته غير وبعدين بقى مفيش حاجة في الدنيا موقع تجمع بي انت باعلي كدير انك تشاولي وانا اقول شوف بك لوف بك عبدك وملك الدينك ربنا ما يحرميش منك ابدا يا مروان ولا يحرمني منك يلا بينا بقى عروز عشان ترقق كل الفستين لتعجبك الفرح مش فضل نوال ما شاء الله الله هو اكبر الله هو اكبر اقولك ايه قبل ما تنزلي من القوضة حطي اي حاجة زرق قرزة ولا اي حاجة قولي يا حبيبي ايه رأيك حلو فستاني فستاني ايه اللي حلو انت كلك على بعضك تجناني امر 14 يا ناس انا لسه كنت بقول لماما انها ولنجوم السينما بسم الله ما شاء الله والله ما انا مصدق انك نوال بنت باطن ليه بقى يا ام قصدي ليه بقى يا ماما ما نشبيش ولا ما نشبيش ده انا دلوقتي بقيت نوال هانم هانم وست الهوانم كم اما كانت حتة حفلة وبصراحة بصراحة انتي كنت احلم فيها تعالي يا امل وعادي عايز اتكلم معاك خير يا نوال انتي ايه لخلاكة عزيمي لوستة صلاح وعم سلامة في الحفلة دي ومعزمهمش ليهم واغرب دول اهل حدتنا وانا قلتوا يفرحوا معانا كان لازم تستأذنيني الاول يا امل استأذنك عندك حق انا اسفل كان لازم افتكر ان البيت ده بيتك وانا يضوب دفها فيه والدف ملوش اي حقه من حقوق صاحب البيت ما تبقيش عبيضة انا مقصدش كده خالص البيت ده بيتك قبلي امال ايه معنى كلامك ده تفتكلي لوستة صلاح الحلاق وعم سلامة البقال مناسبين لحفلة زي دي يا امل انا ما صدقت انسيت الناس دي تجيبوا هملي لحد عندي تنسيه؟ الظهر انك انت اللي نسيت ان القصة صلاح ده حيبقى حماية وهو ده كمان موضوع مهم قوي لازم اكلمك فيه تفتكلي القصة صلاح الحلاق ده بقى مناسب ليك في الوضع الجديد انه يبقى حماية قصدك ليه؟ قصد ان انت دلوقتي امل اخت نوال هانم ميرات مروان العقاة رجل الاعنال المليونير واعتقد انه ما بقاش مناسب ليك ابدا انك تبضالي مرتبطة بابن القصة صلاح الحلاق ابن قصة صلاح الحلاق اللي بتتكلمي عنه يبقى دكتور ويشرف اي واحدة ترتديك عموان فكري في الموضوع تانية امل واحسي بيها كويس وبيردي علي تصبحها الاخير ما اقول اللي نوال بتقوله ده؟ اشتركوا في القناة